هذه جمرة فأحملها هكذا تبقى مشتعلة وتؤذين وإذا هو شديد لي لكن إن قرقت عليها أطشؤها أتأذى في البداية وأطشؤها في النهاية فسبب ترك كثير من الناس كثير من الواجبات الشرعية والسنن إنما هي أعراف فاسدة أعراف وعادات فاسدة وخزعبلات عند الناس وأشياء ليس لها وزن قال إيش يقولوا عن الناس اللي التحيط مثلا أو اللي بست جداشة مثلا أشياء ليس لها وزن أشياء وهمية أكثر أنها واقع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قارض على دينك القارض على الجنة اقبض على دينك وقت الفتنة اقبض على دينك اقبض على دينك ولا يستطيع العبد أن يقاوم الفتنة إلا إن حفز نفسه وأوجد الاستعداد القوي عنده ويقبض على دينه على وجه بإذن الله تعالى تمر هذه الموجات العاتية والشديدة ولا يتأذى فيها لكن انتبه عجبتني نصيحة لبعض علماء المتأخرين من الدمشقيين كان يقول لتلاميذه عبارة حسن كان يقول لتلاميذه ليكن أحدكم العلماء لو أن الأرض والسماء أطبقت بعضهما على بعض بحرام فإن طالب العلم يأخذ نصيبه من هذا الإطباق بحلال لأنه يأخذ المقدار الذي فيه الحاجة والضرورة فالشاهد ينبغي للإنسان في وقت الفتنة أن يتعامل معها بطريقة سديدة صحيحة سليمة ولا يعرف ذلك إلا العلماء فهم الذين يعرفون الأشياء وأنت إن أخطأ العالم واتبعته في مسائل لا تستطيع باجتهادك أن تقف على حقيقتها أنت معدول أما وأنت لست من أهل الاجتهاد فاجتهدت فكودت رأيا فأصبت فأنت موزور ليست من أصحاب الرأي أنت ليست من أصحاب الرأي فكيف والرأي الذي يسمع منها هنا وهناك رأي ما أنزل الله تعالى به من سلطان ورأي في بعض الأحيين يخالف قطعيات الدين ولماذا يخالف قطعيات الدين بأشياء متوهمة بأسباب وتهليلات ليست نصية فلا يلوذل المسلمي أن يدرك النص الصحيح الصريح في وجوب موالاة المؤمنين ثم أن يعطل وأن يجعل هذه الموالاة منسوخة باحتمالات سياسية وعقلية وقد تكون وقد لا تكون وإن كانت قد تكون سديدة وقد لا تكون سديدة فالأصل في المؤمن أن يدور مع النص والدوران مع النص إنما هو للعلماء وليس لغيرهم كما هو معروف يعني معروف ترجمة نانسي قنقر